السنبوسة مهمة برمضان تعالوا مع بعض نسوي أهم ثلاث حشوات للسنبوسة الحشوة الأولى حشوة اللحم نحمس اللحم المفروم بزيت زيتون يتغير لون وتنشف موت ونضيف البصل وثم مفرومين ونقلب نضيف الملح والفلش والبهرم شكل والكمون بعد ما تستوي اللحمة وتبرد تماما نضيف لبرقيات كزبرة بقدونس شبت وبصل أخضر الحشوة الثانية حشوة الجبن جبن بيتا جبن شدر مبشور كزبرة وشبت ونخلطهم مع بعض الحشوة الثالثة عندي هنا دجاج مسلوق ومنتف نحمس البصل والثوم بزيت زيتون نضيف الجزر المبشور نضيف الدجاج منتف نحط البهرات مع الملح والفلفل ممكن نضيف الذرة المسلوقة ونحط الورقيات المفرومة وتصير حشواتنا جاهزة نستخدم عجينة ريفي رقيقة مقرمشة لذيذة وخفيفة شوف تبارك الرحمن كيف خفتها وحتى تفكيكها مرة سهل نحشي عجينة السمبوسة من ريفي بالحشوات اللي سويناها قبل ممكن نقريها بالزيت أو بالقلاية الهوائية أو بالفرن مقرمشة ولذيذة بكل الحالات إذا عندكم أي حشوات مقترحة اكتبوها لي أسفل الفيديو وبصحة وهنا